وكأنه لا يكفي مدينة الليد ما تعانيه من جرائم القتل والعنف واستطقا عصا واضحا من قبل الشرطة الإسرائيلية لتطرأ مشاكل المؤسسات التعليمية التي تعاني بسبب عدم جهوزيتها وأوضاعها الكارثية في تمييز عنصري في بلدية الليد من جميع النواحي من ناحية بني تحتية من ناحية أمان من ناحية عدد مدارس يعني لو سنسوي جولة راح تشوف المدارس والروضات كمية الأشياء اللي نقصيتهم الكاربانات الغير كانونية اللي حطوهن عشان يفكوا فيها أزمة قالوا سنة سنتين وصالين عشر سنين وخمساش سنة راح تشوف الكاربانات كيف خاربانات راح تشوفي أنه نفس الشوارع عند العرب للمدارس فيش ممر مشاهباتاتا فيش تمهل أو أنه فيه أطفال يعني قولين العرب مش موجدين تيجي للروضات نفسيا تلاقي كمية الألعاب لازم تكون لخمس تلاتين ولد أو تلاتين ولد تلاقي أنه تلات أو خمس لعبات لعبارة من نسبة لهم يكفل لخمس تلاتين ولد لأسف الشديد أهالي الليد وبرضو للمسؤولين أنا شدهم بما نجيب نسيرة الكاربانات أنه الكاربانات في الليد يلتغن عند العرب لكي لا سمح الله بكرة صارت حالة حرب فيش شيء يحمل أولاد صار زلزال فيش شيء يحمل أولاد طاحت شجرة على الكاربان الأولاد كلهم تصاوبوا مناشت الجميع يجي يدخلوا في الليد خاصة لأننا عندنا هنا بلدية عنصرية ورغم التدمر من قبل الأهالي إلى أن بلدية الليد أكدت بأن كافة المؤسسات التعليمية ستكون جاهزة لتستقبل السنة الدراسية الجديدة دون مشاكل تذكر حسب عملنا وجهودنا الجبارة الأخيرة في الأشعر الأخيرة سيكون في 2-9 إن شاء الله الافتتاح السنة الدراسية وستكون جميع المؤسسات التعليمية والتربوية في مدينة الليد جاهزة لتستقبل الطلاب لأنه عمليا لا يوجد هناك سبب أو خلل كبير لمنع افتتاح المدرسة في الليد العنصرية والتميز ضد العرب بمدينة الليد أصبح عنوان هذه المدينة التي يعاني المواطنون العرب فيها من الإهمال الممنهج من قبل الجهات الرسمية